أثار مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول موضوع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايد للمملكة العربية السعودية وليقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تفاعلا بين النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي المقال كتبه ديفيد أغناطيوس للواشنطن بوست وحمل عنوان محمد بن سلمان على وشك أخذ ما يريده حيث قال فيه يعرف القاموس السياسي الواقعي على أنها سياسة تسترد إلى القوات بدل من المثل أو المبادئ ونحن على وشك رؤية نسخة من هذا قيد التنفيذ عندما يزور الرئيس بايدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية ولفت الكاتب بمقاله يحتزم بايدن زيارة الرياض في أواخر اليونيو بعد توقف في إسرائيل للقاء رئيس الوزراء نفطالب بنيد وأثناء وجوده في المملكة العربية السعودية التي تستضيف مجلس التعاون الخليجي هذا العام أن يلتقي الرئيس بقادة دول عربية صديقة أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر لكن المحور العاطفيك سيكون من صافحة بايدن محمد بن سلمان كما يعرف ولي العهد السعودي ولفتت المقالة إلى أن بايدن من المرجح أن يرجع خالي الوفاق فيما لو حاولت تطرق الموضوع جمال خاشقجي ملقية للضوء على الملف الروسي والأزمة الأوكرانية وسوق الطاقة تعتبر من الأولويات على الأجندة وأثارت تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين لسي إن إن حول ترتيب لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تفاعلا أبرز التحول الكبير لسياسة الإدارة الأمريكية تجاه المملكة التي وصفها بايدن في تصريحات سابقة بأنها منبوذة على حد تعبيره الاجتماع المتوقع أن يجري الشهر الجاري سيتئي بعد شهور من النشاط الدبلوماسي ويمثل تحولا رئيس أمريكي أعلن ذات مرة أن المملكة العربية السعودية بلا قيمة اجتماعية عاملني حاسماني بالنسبة لبايدن لزيارة السعودية الحرب في أوكرانيا التي فرضت الحاجة إلى مساعدة الرياض في ثنظيم سوق النفط والثاني هو روة إسرائيل القوية في أن يقوم بايدن تتبع العلاقة مع محمد بن سلمان كجزء من أعادة ترتيب واسعة الطريق بين واشنطن والرياض يبدو مزدحبا وفي كلا الاتجاهين دبلوماسيون وأمنيون ومسؤولون كبار يتنقلون بين البلدين محملين بالملفات الأكثر تعقيدا في العلاقات الأمريكية السعودية وقد ارتفعت وطيرة هذه التحركات بعد الأنباء عن لقاء أول بين بايدن الرئيس وولي العاد السعودية الشهر المقبل في مكان ما في الشرق الأوسط وفي أول جولة الرئيس الأمريكي في المنطقة منذ توليه مقاليد البيت الأبيض في أواسط الشهر الفائد كان مدير المخابرات المركزية في زيارة سرية للمملكة اجتمع بولي عهدها وحاكمها القوي ووصفت نتائجها بالإيجابية وفائقة الأهمية بعدها بأسابيع فرش البساط الأحمر لشقيق ولي العهد ونائبه في وزارة الدفاع حيث التقى بكل من أمكنه الالتقاء بهم من كبار أركان الإدارة والبنتاجون والسي اي اي والخارجية والأمن القومي وطول الأشهر الخمسة الفائتة يقال أن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشق الأوسط بريك ماركورد ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموز غوشتين قام بخمس زيارات للرياض آخرها منذ أيام أما الحديث دائما فلا يتخطى ثلاثية النفط والصين وروسيا مع مرور خجون على ملف حقوق الإنسان في المقابل تبدو المملكة في وضع أفضل بما كانت عليه قبل عام أو عامين اقتصاديا ما الارتفاع أسعار النفط خزائنها بفوائد لم تعرفها منذ أزداد من عقد من الزمن ونتجها المحلي الإجمالي المقدر للسنة الحالية قد تجاوز التريليون الدولار لأول مرة سياسيا تتمعت تاع المملكة بعلاقات وطيضة مع كل من روسيا والصين وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وانجزت مصالحة خالجية وعلاقتها مع تركيا تجهد انطلاقة جديدة بعد الزيارة الاعتذارية التي قام بها رجل طيب إردوغان للمملكة وحوارها حتى مع جارتها اللدودة يشهد تقدما وإن كان غير كاف حتى الآن كما قال وزير خارجيتها فيصل بن فرحان داخليا يفاخل محمد بن سلمان بأنه أنجز ثورة ثقافية موصوفة ونقال المملكة من غيابة الوهابية إلى فضاء الترفيء والانفتاح كل ذلك في غياب أي معارضة جدية أو تهديد ذي مغزى بل يمكن القول وسط تأييد واسع من أوساط الأجيال الشابة يحرص ولي العهد على استعراضه أمام مزائريه وآخرهم وفد الكونغرس ومراكز أبحاث أمريكية الأسبوع الفائت في مثل هذه المناخات تتكثف الاتصالات لاختيار الزمان الأنسب لعقد أول اللقاء منتظر والأهم اختيار مكانه فالأمر هنا ينطوي على دلالات سياسية ومعنوية فائقة الأهمية من حيث الزمان يبدو الجانبان في عزلة من أمرهما إن حصل لقاء بايدن بمحمد بن سلمان في المملكة بوجود الملك أو غيابه سيكون جاوب بايدن قد قدم الاعتدار للمملكة مرتين الأولى في العام 2014 عندما كان نائبا للرئيس عن تسريحات اتهم فيها الرياض والثانية بعدما صار رئيسا عن تسريحات وصف فيها المملكة بالمنبوذة إن تمت الزيارة ستكون المملكة قد سجلت فوزا ديبلوماسيا كبيرا في علاقتها الدولية لكن التحدي الكبير الذي تطلع المراقبون لمعرفة كيفية تعاون الرياض معه إنما تجل في انعكاسات قمة محتملة على علاقاتها بكل من الصين وروسيا وحالة سوق النفط والطاقة المستقبلية ومستقبل أوبيك بلوس واشنطن ستظل تعمل حتى الدقيقة الأخيرة لتعظيم الثمن الذي ستحصل عليه من المملكة التي كالمصارات مجتمعة لكن محللين يرون أن السعودية لديها من الأوراق ما يمكنها من تقليصه لأبعاد حد وثمت في مراكز صنع القرار السياسي من يراهن على عودة الجمهوريين أو الترمبيين إلى سدة الأغلبية في الكونغرس قبل نهاية العام والمكتب البيضوي بعد عام أو أزيد قليلا وإلى أن يتساعدت دخان الأبيض للمداخل الاتصالات المكثفة والمصورات الحثيثة خلف الأبواب المغلقة فإن تقديراتنا ستبقى في دائرة التكاهنات تم رصد المنظومة الرادارية الصينية من طراز 3D TWE العاملة على التردد اس باند والمتخصصة في اكتشاف الأهداف منخفضة التحليق والطائرات المسيرة في مدينة جد السعودية لتأمين بعض المواقع الهامة في عادة الأمر ترافق هذه المنظومة الرادارية انظمة دفاعية أخرى من طراز الصياد الصامت الليزرية والتي تستخدمها وتشغلها بشكل حصري كل من المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى البلد المصنع لها الصين ويمكن لنظام الراداري أن يكتشف ويتعقب في وقت واحد الأهداف بما في ذلك سواريخ كروز تحلق على ارتفاع منخفض والطائرات الحربية والطائرات بدون طيار صغيرة ويمكن أيضا أن يوفر معلومات تشمل المسافات والمواقع والمرتفعات والسرعات والاتجاهات وسيتم نشر الرادار في مواقع رئيسية مثل المدن والمحطات النووية والمنشآت العسكرية وفقا لما ذكرها المركز يمكن الرادار المراقبة على ارتفاع منخفض باستخدام مجموعة رقمية متقدمة وتكنولوجيا البرمجيات الكشف وتتبع في وقت واحد سواريخ الكروز على ارتفاع منخفض والطائرات المقاتلة الصغيرة والمتوسطة الحجم الطائرة بدون طيار الصغيرة والمتوسطة الحجم وغيرها من الأهداف مع قوة كشف عالية والقدرة على تعدد المهام والقدرة على التكييف مع البيئة وارتفاع معدل بيانات التتبع مع درجة عالية من التشغيل الآلي ومسافة الكشف أكبر من 20 كم ويعد حاليا الرادار الأكثر تقدما للكشف عن الأهداف المنخفضة والبطيئة والصغيرة والتي لا تلتقطها الرادارات شبكة الدفاع الجوي على ارتفاعات منخفضة وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت خلال معرض الدفاع الذي يقيم في العاصمة السعودية الرياض قبل أكثر من شهرين عن أول نجاح قتالي لمنظومة الليزر للدفاع الجوي الصينية الصنع التي كانت تعاقدت عليها في العام 2019 ولم تحدد نوع النجاح القتالي لكن من المرجح أنه كان ضد دروني القلابيين وهو أول نجاح قتالي حقيقي لمنظومة دفاع جوي ليزري يمكن لمنظومة سايلنت هانتر تدمير الأهداف الجوية منخفضة الارتفاع من مدى 4 كم ويمكنها الاستجابة لهدف ثاني خلال 6 ثواني بعد التعامل مع الهدف الأول طاقة الليزر في منظومة سايلنت هانتر هو 30 كيلو واط ويمكن خرق طبقة صلبة بسمك 5 ميل من مسافة 1 كم مدى